كابتن عادل المباراة الأولى في تونس مباراة الزهاب المباراة الأولى هناك ميزة ولعب للنادي الأهل ولا خلاص ما بقاش يفرق بقى المباراة الأولى بره المباراة الأولى عندي على ملعبي بلغة الكرة خلاص يمكن عاوز بس عمل مكرنة سريعة ما بين الترجي والأهل في آخر سنتين الترجي والأهل الترجي كان بيمر بظروف صعبة جدا بعد ما كسب 18 بدأ عنده تلع قوي وبعدين بعد كسر العلم للأندية اللي لعبها وبعدين بدأ في انحضار المشكلة في الوقت الحالي أن الترجي بدأ في الصعود بقاله قد إيه بقاله حوالي مثلا يعني من بعد مباراة الزمالك وبدأ في المستوى التصعودي الحاجة الثانية المهمة الترجي عنده لعبة يعني تشكيل ثابت دايما وبالمعنى الأصح عدد اللعيبة الخبرات عنده كبيرة قوي فيقدروا يلعبوا مبارايتين بشكل كويس مهما كان هم ممكن يكون مش في الطف وارما بتاعهم ولكن بيقدر يلعب على الجزئتين اللي انت اتكلمت فيها كتن أسامة حتى زي النادي الأهلي النادي الأهلي انت قلت أنه هو لما يلعب المباراة الأولانية المفترض بيلعب بسيستم والمباراة التانية بيلعب بسيستم أنا متأكد تماما يمكن أنا شايف أنه في تغيير في سيستم اللعبة يبقى في النادي الأهلي في المباراة الأولانية لأن المسلماني بدأ يشتغل على الحاجات الصغيرة زي ما لعب بتلاتة في المطشي بتاع ما خلي بالك هي شطية مش شط واحد انت عند زهابه عودة فانت عندك شطين فانت بتقسم سيناريو هنا وسيناريو هنا وخلي بالك المسلماني دايما معودنا عنده حاجات خارج التوقعات بس هو الواضح الواضح انه بيبني استراتيجيته على انه يطلع بنتيجة مرضية برا ويبقى على ملعبه بيعمل طريقة تانية أو شكل آخر أو كمان رجال مبارادي غير المباراة التانية بمعنى انه هو زي ممكن يلعب بتلاتة يعني انت عندنا عايزة قولي من السيماني ما عندهش أسلوب سابت لا ما عندهش كل مباراة لها الطريقة بتاعتها والأسلوب بتاعه واللعيبة بتاعتها لا أكتر من كده أنا عايزة أقولك إيه انه هو بيروح لهدفه هو عاوز هدفه يمكن كتير من الناس كانوا بيتكلموا على الأداء ويتكلموا على أكتر من مرة الأداء يعني فيه أوقات ما بيبقاش مقنع لكن هي الأهداف هي الأهم يعني انت في مواطش الترجي واضح ان الترجي هيلعبك بقاني طريقة هناك واضح ان الترجي عنده عارف ان استاذ القاهرة أو المباراة التانية للنادي الأهلي بتبقى صعبة جدا فعاوز يعمل نتيجة إيجابية في الشوت الأولاني عنده برضو هل الزهاب هناك أفضل للأهلي ولا خلاص ما بقاش يفرق بلغة الكرة سواء لعبت النسخة اللي فاتت التسعة الأهلي لعب الوداد كان المباراة الأولى خارج الملعب الأهلي كانت في المغرب فاز النادي الأهلي هناك اتنين رجع كان عنده الأرياحية هي المباراة الأولى لما بتلعب لا لا فالبطولات الأفريقية في الأوروبية ما بتفرقش دلوقتي لكن في الأفريقية اللي بتفرق المباراة الأولى بتبقى على ملعب الفرع الأخرى بتبقى عندها فرصة أعلى زي النادي الأهلي عنده فرصة أعلى من الترجي لأنه هيبدأ المباراة الأولى برا ليه هيلعب بها هداف هو عارفة والترج يلعب بهدف ما فيش واحد تاني عنده بالنسبة إيه إنه عاوز يجيب هدف واثنين وثلاثة عشان يرتاح هنا يبقى هيلعب بناحية هجومية النادي الأهلي ممكن يلعب بناحية الدفاعية وبعدين يهاجم هاجمة مرتدة في الوقت الحال بعد النتيجة المباراة الأولانية تقدر بقى تعمل استراتيجيتك الجديدة على المباراة التالية ولكن أهم ما في الموضوع إن تغيير طرق اللعب يعني أنت عندك مثلا الترجي طول الوقت أحيانا بيلعب أربعة واحد اتنين تلاتة أحيانا وأحيانا بيلعب أربعة واحد أربعة واحد أنا شايف إنه هيبدأ المباراة هناك بتحفظ يعني الترجي بالرغم إنه هيلعب على ملعبه وخلي بالك وسطه جمهوره هيلعب عنده تحفظ طبعا هل تتفي معك يا كابتا شريف؟ مع كابتا عادل بقوله؟ نوسى بس أنا ما كملتش يعني إيه تحفظ يا كابتا نوسى لأ كابتا شريف معنا أنا ما كملتش حك التحفظ إيه؟ فضل ما هو بوسكت التحفظ مش معناها إنك أنت طول المباراة تبقى متحفظ لأ أنت بتشوف النادي الأهل هيلعبك إزاي؟ فأنت بتتحفظ في البداية أول ربع ساعة وما فيش حاجة اسمها في كرة القدم دلوقتي إن مدرب ما يقسمش المباراة على أجزاء كتير فأنت ممكن تكون متحفظ في أجل عشر دقايق ومش متحفظ في آخر خمس دقايق ممكن تكون بتهاجم ضغط عالي في عشر دقايق وممكن بتلعب زون في عشر دقايق حتى لو بتلعب على ملعبك أنت فهمني؟ هو ده معنى التحفظ مش بالمعنى المطلق بتاع أنه هو متحفظ طول المباراة لا أما خلاص عنده توازن